نروح للخبر اللي بعد كده مع منتخبنا الأولمبي منتخبنا الأولمبي بيستدعي أربع لعبين من النادي الأهلي أربع لعبين من النادي الأهلي عندنا حمزة علاء حمزة علاء في حراسة المرمى أيضا محمد المغربي مدافع محمد أشرف زهير أيصر وأحمد نبيل كوكا دول أربع لعيبة استدعاهم الكابتن شوي غريب خلال الفترة دي علشان انضمام لمعسكر منتخبنا الأولمبي كمان اللي بيستعد إن شاء الله للتصفيات المؤهلة لنهايات كأس الأولم فرقية تحت 23 عاما عارفين إننا البطولة اللي فاتت كانت على أرضنا وسط جمهورنا في مصر وفزنا بيها مع منتخب الأولمبي السابق لكن الفترة اللي جاية هندخل التصفيات وإن شاء الله يكلل مجهود ولادنا ويلعبين منتخب الأولمبي إن شاء الله نقدر نوصل أولمبيات باريس عشرين أربعة وعشرين أيضا مع المتخب الأولمبي فينجادة المدير الفني للاتحاد المصري بيحضر موران منتخب الأولمبي وبيعمل محاضرة سريعة مع اللاعبين كمان بيأكد خلالها إنهم مستقبل الكرة المصرية وعندوا أمل كبير في رؤية هذا الجيل في أولمبيات باريس خاصة وأن بعضهم عرف طريق للمنتخب الأول المبكير بعض اللاعبين بدأوا يشاركوا مع أندياتهم الفريق الأول في التدريبات في المباراة الودية وكمان بنشوف لعيبة في المباراة الرسمية في الدوري الممتاز كمان الكابتن شاوي غريب يعني سمح لبعض اللاعبين الموجودين في المنتخب الأولمبي إنهم ممكن يخرجوا من المعسكر يلعبوا ماتشات مع عندياتهم الدرجة التانية ومرة تانية يرجعوا لمعسكر المنتخب الأولمبي نسيب منتخبنا الأولمبي وبعد كده نروح للنادي الأهل قطاع الناشئين أهل 2001 يفوز على بيرامدز اتنين واحد في دوري الجمهورية التشكيل اللي ابتدى بيه كابتن عمر أنور حراست المرمى حمزة علاء أحمد سيد عبد النبي نقول له الحمد لله على السلامة رجع بعد إصابة وأحمد سيد عبد النبي ده ما شاء الله يعني خامة مبشرة خط الظهر أحمد سيد عبد النبي محمد مغربي جلال فارس محمد أشرف خط الوسط كريم سعد الله أحمد نبيل كوكة محمد فخري أحمد عربي زياد طارق وفي الهجوم علي عمر النادي الأهلي اللي أحرز أهداف اللقاء الهدف الثاني علي عمر